بعد أقل من شهر على التحذيرات التي وجهتها صنعاء إلى الشركات النفطية التي تصادر ثروات اليمن انطلقت ناقلة النفط السوسكية التي تحمل عالم جزر المارشال من أحد موانئ كوريا الجنوبية متجهة نحو ميناء الضب في محافظة حضر موت جنوب الشرقي اليمن وحالما وصلت السفينة إلى ميناء الضب باشرتها القوات المسلحة اليمنية بطائرات مسيرة تحذيرية أجبرتها على المغادرة وذلك في مشهد هو الأول منذ ست سنوات من النهب المستمر للثروات حيث كانت السفينة تحاول مصادرة نحو مليوني برميل من النفط الخام بقيمة تقديرية تصل إلى نحو مئتي مليون دولار منذ عام 2015 تسيطر دول التحالف على حقول النفط في محافظات شبوى وحضر موت ومأرب وتعمل على تصديره إلى وجهات مختلفة من العالم وبحسب صحيفة الضورة اليمنية ثم تمي تحدث عن صفقة وقعتها ألمانيا مع الإمارات للحصول على الغاز المسال خلال العامين الحالي والمقبل للتعويض عن شحنات الغاز الروسي استنادا إلى ميناء بلحاف في محافظة شبوى الذي يضم أكبر مرفق لتصدير الغاز المسال على ساحل بحر العرب وبحسب وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء أحمد دارس بلغ إنتاج اليمن من النفط خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 116 مليون برميل نفط خام أما القيمة الإجمالية للنفط المنهوب منذ عام 2018 إلى مطلع العام الحالي فبلغت أكثر من 8 مليارات و 200 مليون دولار فيما تقدر قيمة الأضرار التي مست القطاعين الغازية والمعدني نتيجة الحرب بنحو 60 مليار دولار